أهلا وسهلا بكم في هذا التقرير سأقدم لكم توزيعات فيدرا في نسختها السادسة عشر فيدرا تعتمد على بيئة المكتب GNOME 3 ولها واجهة المستخدم GNOME Shell إذن أول ما ندخل للجلسة على توزيعات فيدرا نجد أمام سطح المكتب يبدو فارغا هناك عارضة عليا فقط لكن لو أشرنا بمؤشر الفارع على سرع الأنشطة تظهر لنا مكونات واجهة المستخدم GNOME Shell على اليمين نجد شريط به البرامج المفضلة والبرامج قيدة لاستعمال هنا وسط النفذة نجد ما يسمى بمساحة العمل يمكن من خلالها التنقل بين النوافذ المفتوحة في حالتي ليس لأي نفذة مفتوحة على هذا المكتب لكن هنا على اليسار نجد ما يسمى بمساحة العمل مثلا هنا لدي نوافذ مفتوحة يمكنني أن أتنقل بينها عن طريق تأشير على زر الأنشطة وتظهر لنوافذ المفتوحة أو عن طريق الضغط على زر سابر الذي هو افتراضيا زر الويندوز وتظهر لنوافذ المفتوحة من هنا أيضا يمكن الدخول للتطبيقات هي البرامج المثبتة نجد لائحات جميع البرامج المثبتة وهنا على اليسار نجد فئات البرامج مثلا عدوات النظام ألعاب أنترنت برامج الأنترنت المثبتة فقط هنا وهنا نجد خالة للبحث يمكن من خلالها الوصول مثلا هنا أبحث عن ترمنال فتظهر للطرفية يمكن إما من خلالها البحث في التطبيقات المثبتة أو البحث في فيكيبيديا أو جوجل طيب كما قلت حين أضغط على زر سابر تظهر لي هنا على أقصى اليسار ما يسمى بمساحة العمل هناك دائما مساحة فارغة مساحة عمل فارغة لو أردت تحويل نافذة من مساحة عمل إلى أخرى فيمكن إما جرها من هنا أو يمكن بعد اختيارها الضغط يمين وهنا أختار نقل لمساحة العمل تحت أو مساحة عمل فارغة أو أنقل لمساحة عمل أخرى فتنقل لمساحة عمل جديدة طيب ماذا لو أردت إضافة تطبيقات جديدة؟ أردت إضافة برامج جديدة؟ أدخل هذه تطبيقات من أدوات النظام أجد إضافة وإزالة البرمجيات أدخل عليه هنا أجد البرنامج المساعد لتثبيث وحذف البرامج على تفزيعة فيدورة هنا لديه خالة للبحث هنا فئة البرامج مثلا لو أردت تثبيث برنامج GIMP أكتب فقط GIMP أضغط على ENTER فتظهر لي هنا النتيجة أو النتيجة هي برنامج GIMP أسفل البرنامج هنا نجد وصف للبرنامج بعض المعلومات أخرى رابط للموقع حجم البرنامج بعد التنزيل الترخيص لو أردت تثبيث فقط أضغط على هنا على إشارة التفعيل وأضغط طبق أنا لا أريد الآن أي تثبيت أردت فقط أن أريكم كيفية التثبيت أغلق على أي حال طيب ماذا عن الإعدادات؟ ماذا لو أردت إضافة اللغة العربية أنا لدي نظام باللغة العربية لكن ماذا لو أردت إضافة اللغة العربية؟ يمكننا أيضا ندخل من هنا أدوات النظام إعدادات النظام أو يمكن أن هنا خائمة المستخدم لدينا إعدادات النظام ماذا نجد فيها؟ كما نبدأ بتغييرها الخلفية هنا نجد خلفيات لو غيرنا هنا أضع خلفية عديدة تأتي مثبتها بدئيا مع توزيات فلورة أنا أضع الخلفية التي كنت أستعمل المنطقة واللغة منها يمكن تغيير اللغات النظام كاملا لو لم تكن اللغة العربية مثبتة على جهاز يمكن إضافة لغة جديدة عن طريق ذات العالمات السعيد واختيار اللغة الجديدة من هنا ثم أضغط إختار ومنها من التخطيطات يمكن إضافة لغة إدخال جديدة أنا لدي اللغة الألمانية زائد للغة العربية هنا أعلى تظهر لغات الإدخال مثبتة على جهازي لو أرد إضافة لغة جديدة أضغط على علامات السعيد وأختار لغة جديدة من هنا أضف فتنظف لقائمة اللغات هنا تنقل بين اللغات يمكن عن طريق مؤشر اللغات من هنا أو عن طريق تدخل لخيارات ومن هنا كي تشانج ليوت أختار تجميع أزرار للتنقل بين اللغات ونخترت Alt Z Shift لو ضغطت على Alt Z Shift تتغير اللغة كما نلاحظ هنا طيب إعدادات أخرى هناك إعدادات الصوت تحكم فيه المدخل المخرج للتشجيل المدخل للتشجيل المخرج للإستماع التطبيقات التي تستعمل للصوت يمكن التحكم في الشبكة الشبكة السلكية لاسلكية يمكن أيضا معرفة معلومات النظام إسترغنوم ذاكرة التطبيقات المبدئية لأن توزيعات فيدورا كأغلب توزيعات لينيوكس تأتي بمرامج حزمة مرامج مثبت ثابتين معها فيدورا تعتمد على فايرفوكس كمتصفح ملفات إيولوشن كمدير البارد الإلكتروني أنغام وإيثم بوكس كمدير برامج للصوتية توتهم كمشغل أفلام وشتويل كمدير للصور الحساب المستخدمي منه يمكن إضافة مستخدمين جدود طريقة الضغطة على علامات الزائد هنا إضافة إما حساب عادي أو حساب إداري طيب ماذا أيضا أعود لسطح المكتب تحدثنا عن شرط يمين تحدثنا عن نوافذ التي تظهر هنا على فكرة تحريك عجلة الفأرة للأمام أو للخلف يمكن أن نلاحظ الفرق يمكن من تكبير أو تصغير أحد النوافذ دون أن أحتاج للضغط عليها أسفل النافذة لدينا ما يسمى بشريط التنبيهات التنبيهات في وجهة Gnome Shell مدمجة بشكل ممتاز مع نظام مثلا الشاط لا أحتاج لفتح نافذة البرنامج المحادثة لأكتب شيء ما فقط يمكن أن أكتب من هنا وأكتب دون أن أحتاج لفتح نافذة البرنامج ماذا أيضا هنا في أعلى كما قلت هنا قائمة تمكن من دخول لإعدادات النظام غلق الشاشة الخروج من الجلسة أو تعليق الجهاز لكن لا نجد هنا إدفاع الجهاز يجب الضغط على زر Alt فتظهر لنا أدفع لإعادة تشغيل الجهاز أو غلقه كما نراحظ هنا محادثة الآنية يمكن فقط الجواب من هنا دون أن أفتح نافذة البرنامج أعلى دائما نجد مؤشر البطارية مؤشر الشبكة مؤشر الصوت يمكن تكون في قوة الصوت أو الدخول لإعدادات الصوت مؤشر اللغة مؤشر الإتاحة وهنا في الوسط نجد التاريخ إذن كما قلت هنا لا نجد زر الإطفاء لكن يمكن تغيير ذلك أو إضافته عن طريق تثبيث الإضافات واجهة Gnome Shield يمكن إضافة لها العديد من المحاقات أو الإضافات هناك موقع خاص من ترابيات المكتب Gnome هو extensions.com.org سأضع لكم رابط له في الموضوع والمرافق لهذا الفيديو مثلاً لو أردت إضافة هنا إمكانية الإطفاء فالإضافة اللازمة لذلك هي alternative statue menu أدخل لها التثبيت فقط أقوم هنا أجد صورة للإضافة أقوم فقط بجر هذا الزر فتظهر لي نفذة للتثبيت install ثبت لم تثبت بعد لاحظ الآن فإن الثبيتات يمكن الآن أن أطفئ الجهاز من هنا يمكن إضافة إضافة أخرى هناك العديد من الإضافات مثلاً applications menu أدخل لها نراحظ هنا صورة ستظهر هنا يمكن تنقل البرامج دون الدخول للأنشطة أعود هنا فقط بنفس الطريقة دائماً كل سهولة فقط أضغط على on ثم أؤكد التثبيت هنا تظهر لي الإضافة يمكن الدخول منها إلى البرامج دون الدخول الحاجة للدخول للأنشطة طيب هل توزيعة Ubuntu ملائمة للمبتدئين أو توزيعة في الوراء أفواً توزيعة في الوراء ملائمة للمبتدئين كما لاحظتم العمل بها ليس بالسعب لكن بعد التثبيت سيحتاج المبتدئ لتثبيت الكوديكات كوديكات الصوت فلاش مثلاً لصفح الفيديوهات على الأنترنت وما إلى ذلك سيحتاج لتثبيت ذلك يدوياً هذه يمكن أن تكون الصعوبة الأولى التي يمكن أن يواجهها المبتدئة على توزيعة في الوراء لكن سأضع لكم طريقة تثبيت كوديكات لازمة وفلاش الفيديوهات أعلى في الموضوع المرافق لهذا الفيديو جربوها بأنفسكم وستدركون هل هي ملائمة لكم أم لا ونلتقي إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر